اشتركوا في القناة وانا يحبني حبا شديدا ويعامله معاملة الوالد لولده شيء عجب سبحان الله ولا تزال زوجته جزاه الله خيرا وأولاده يتصلون ويسلمون ويلحون علي بالزيارة كأني واحد منهم صلى الله نجازيهم بالإحسان توثقت العلاقة أكبر لما أردت الذهاب لأمريكا كانت فتحا عظيما لله الحمد تجربة ثرية ثرية هل عارض أي يد وجه أنا الحقيقة لما طلب مني الذهاب لأمريكا كان عندي رغبة يعني ملحة أن أتعلم اللغة الميزية كانت هذه الحقيقة عندي وأفكر بها كنت أيضا حريصا نعرف المجتمع الأمريكي من داخله قرأت الكثير من الكتب والمقالات وتحقيقات لكن ليس الخبر كالمعاين لما تكلفتني الجامعة حقيقة حملت هما عظيما في الموضوع أول مرة في حياتي أذهب إلى أمريكا بل إلى بلد غير مسلم أقصر بلد وصلته مصر والإمارات ليحضور معرض الكتاب مع بعض مشايخي فكنت أسمع عن ما يحصل فيه من فساد ومرض الإيدز وغيره كانت أشياء مخيفة بالإسبالية فاستشرت العدد من مشايخي وسبح الله اختلاف وأحد يشجعه بقوة وأحد يحذره بقوة ومن من استشرته سماحت الشيخ صاح الحوزان وهو شيخي بزا الله خيرا واستفت منه كثيرا وهو أيضا ابن خالتي الشيخ ما كان يشجع حقيقة فزادني تردد فكنت يعني ملاصر وريد استشير الشيخ ابن عثيمي لكن أجعله في آخر شيء سوقر اتصلت على الشيخ وقلت عندي موضوع حقيقة مهم وريد أن أقابلك قالي لعله غدا العصر نلتقي كنت في الرياضة وفي القسي قابلت الشيخ قلت يا والدي أنا حقيقة في حيرة ليالآن أكثر من شهر وقد استخرت الله عز وجل وسألت يعني أني وفقني للصواب وعندي قناعة الآن أن الشيء الذي تشير به علي لن أتجاوزه سأخذ به من الآن عجيب فلما أخبرته قال يا عبد العزيز لا تتردد والله يا أخوان شوف شبحنا بعد النظر وساعة الأفق مثلك ينفع الله عز وجل به سبحان الله والناس بحاجة ماسة لأمثالك ثم أيضا تكسب تعلم اللغة وأنا لو استقبأت من أمري مسخد برثة تعلمتها الشيخ يقول يا الشيخ يقول عجيب لا تتردد قلت له إذن عزمت بإذن الله من هذا سفرت فعلا رتبت مع الجامعة لما جاء وقت السفر قبله بيومين وأتصل بالشيخ قلت أريد أن أسلم عليك وودعتني شاء الله سفر بعد يومين وعندي حاجة ملحة وحب من أطرحها لك الشيخ دعا لي قلت له يا سماحة الشيخ أنا سأذهب إلى هناك ويرون الفوزان يعني الدكتورة في الفقه المقارنة يعني سيظنون أني شيخ وطالب علم وسيسألوني أسئلة أجزم أنها لم تمر علي عيش في بلاد أقليات عندهم قضايا ربما لا ندرسها والحقيقة أنت شجعتني ولكني الحقيقة ما هزلت متخوفا أريد عونك بعد الله عز وجل قال ماذا تريد وتريد أن تعطيني رقمك الخاص الذي ترد علي وأي قضية تشكل علي سأرجع لك قال أبشر سأعطيك رقمي الذي يرد عليه أنا أو زوجتي واتصل في أي وقت لأن إذا كنت نائما ومشغولا أفصل ما عندك مشكلة خذ راحتك سأل الله ينزي عننا خيرا فعلا تحصلت يعني عرض خئيب الله يا شيخ شيء عظيم أنا خد خمس سنوات عرض خدت مباشر مع الشهر الذمين أنا كتبت مقالا مطولا يعني عن الوجه الآخر للشيخ ابن عثيمين مع الأقليات المسلمة له عمل عظيم عظيم كثير من ناس يعرفونه لجهد جهد جهد نعم جهد الشيخ في هذا المجال ناس ربما يعرفون دروسه طيب الفتاوى كنت هتصل بالشيخ ويعطيك فتاوى هذا الذي حصل ماذا قلت للشيخ قلت يا شيخ أريد تأذلي وسجل مكالماتي معك قال هذا ما أتمنى وأنا يقول أيضا أبشرك التليفون عندي مشبوك على مسجد وهذا ترى من الشيخ تميز بها الشيخ رحمة الله عن كثير من مشايخنا حريص هاي وذلك سفة الثروة العلمية ترى الشيخ يسجل يسجل شيء يعني تسجيل عجيبا فكنت أحيانا والله أن يتصل عليه في الأسبوع الواحد خمس أو ست مرات شو طبيعة الأسئلة لا بقضايا الأقليات وكان أيضا بعض القضايا الشيخ له فيها رأي ولما شرحت له وناقشته أيضا أنا يمكنني جري حتى مع الشيخ ويعرفني تغير رأيه تغيرا كاملا أذكر في مسألة الأخذ الجنسية الأمريكية الشيخ كان يرى التحريم ولما شرحت له القضية وأثرها خاصة في دعم الدعاة والمطالبين بحقوق المسلمين قالوا الله أنا ما كان عندي شك في تحريمها قبل أما الآن فأرى أنها جائزة وربما تكون واجبة على بعض الأشخاص أخذ الجنسية تخيل قضايا مثل هذا القبيل كثيرة فأبشرت ولله الحمد في قبيل وفاته كنت أيضا إذا جئت للسعودية من أمريكا في الصيف دائما أتصل بالشيخ وأقول أنا إن شاء الله يا شيخنا سأكون في القصيم يوم السبت مثلا دائما كلمته شوف يا عبدالعزيز اليوم السبت لن ننازعك به للوالد والأهل لكن يوم الأحد تكون عندي انظر حرص الشيخ على معرفة الأحوال المسلمين في أمريكا شيء عجب والله يا أخي كنت أحدث عن إذا حدثت عن الفتوحات وكثرت من يسلمون وما يحصل من خير يتابع يعني يفرح أحيانا يبكي من الفرح وإن ذكرت بعض المشائك التي تتحصل مع الأسفية مصائب أحيانا قد يبكي من الحسن ويدعو أن الله يصلح الحق شيء عجيب رحمة الله عليه يعني دائما كل ما أتيت في الصيف ما يحمل بعير من الأسنة والله يا شيخ حسن إني أحيانا أجلس معه من العصر حتى نصلي حتى نتعشع ويسأل لي بقي شيء عندك إذا قلت بقي والله عندي عشرين سؤال قال خلاص نخليها بعد نخليها العشاء نؤخره حتى نكملها أخاف نثقل بعد العشاء آخر سنة وأسأل الله أن يغفر له ويرحمه ما كنت أدري أنه مريض ما علمت كان الشيخ يخفي هذا حقيقة وأنا واحد من أولاده حقيقة جئت إليه وقلت له على العادة وقال خلاص تجيني بعد العصر معك أستاذك قلت نعم ما يكفينا العصر يمكن نحتاج المغرب معه قال خلاص يتعش معي ويتعش معي أخوي عبد الرحمن اليوم فرصة أن الله جاء بك أول ما قابلت الشيخ وإذا بالشيخ حقيقة متحب وقد نحف ونحل جسمه شيخ يعني أسأل ما أشر أنت كأنني قال لا أبشر كني بخير والله ما أخبرني بمرضة وما كنت أدري لكني لاحظت وأنا أسأله معينهم التسجيل يعني الشيخ يتململ وينقل مرة على الجهة اليوسر ومرة على الجهة اليوم ومرة يقوم وقلت يا شيخ حسنك متعب يعني خلها يوم آخر قال يا عبد الرئيس من يضمن يعيش يوم آخر أعطينا إياها دعنا نكملها يا الله ايو الله يا أخواني شيف الهمة والاحتساب رحمة الله عليه هذا ما حصل يعني قبل ما يموت بأيام في مكة في رمضان لعلك حضار الدروسة صحي شي عجيب يعني لما تعب وأخذوه إلى جدة وراه شيء من النشاط في آخر ليلة من رمضان أصر أن يعود ويلتقى بردرس رحمة الله ايه نعم قال لي ولدي لم تأخذوني يخذ تاكسي وذهبت سبحان الله آله إلا الله رحمة الله عليه يعني عطاء عجيب